السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من التوقعات ليوم الأربعاء 20-22 نوفمبر القمر اليوم موجود في برج السرطان لغاية الساعة 51 دقيقة عصرا بتوقيت جرانيتش بعدها بده ينتقل القمر لبرج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد حتى مساء يوم الجمعة تمام الساعة 11 مساء بتوقيت جرانيتش القمر اليوم موجود في منزلة الطرف وهي منزلة تعتبر منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 6 ودقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش من صباح اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو القمر بما أنه ما زال موجود في برج السرطان لغاية ساعات العصر معناته خلال هذا الوقت منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط ومنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبانا ولا أطفالنا من ميل القيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى ممكن تراود البعض ذكريات قديمة تجعل البعض منها يذرف الدموع أثناء التذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام لأكلنا وشربنا ومراقبتهم في هذه الفترة لأن الشهية بتكون مفتوحة لتناول الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضى وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة أربعة وخمس وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والميلة كل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة تمانية وخمس واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا الوقت هو وقت مناسب للراحة بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية والروحانية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و19 دقيقة ظهرا بتوقيت جرانيتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نطلق المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 11 و19 دقيقة ظهرا بتوقيت جرانيتش ورح ينتهي الساعة 51 دقيقة عصرا بتوقيت جرانيتش هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 51 دقيقة عصرا بتوقيت جرانيتش القمر خلص بنتقل بيستقر في برج الأسد عشان هيك ما بعد هذا الوقت الناس من حولنا بيصيروا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطف مع الأحبة يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المال نستثمر ومنشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جارئين ومنرتدي الملابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الآخرين أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال أول زاوية هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة واحدة واثنين وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جراناتش تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة تتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة عشراء وأربعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جراناتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو أي مواجهة لأنه هاي الزاوية بتجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت وبرضو مبغضين للنساء وبتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بالأفكار السودة وبتسبب لنا خصومات ويستحسن الله لقوم بأي عمل مهم ونحاول أنه نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية من الآن وحتى ساعات العصر عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي وغشاء الجنب وغشاء الصفاق وأيضا الجهاز اللمفاوي وعظم الصدر من ساعات العصر وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية عندنا القلب الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب والعمود الفقري، والظهر، والجانبان هذه الأعضاء من ساعات ما بعد العصر ما مننصح بالعمليات الجراحية الكبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية ولكن إذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي نتوجه للطبيب طبعا هذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها بأوقاتها ما في أي مشاكل إلا إذا في فترة خلو المسار ما مننصح فيها بشكل كامل إلا إذا كان الموعد غير قابل للتأجيل هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا ولكن مش بفترة خلو المسار يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو طرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح يستقر في برج الأسد من ساعات العصر خلو المسار القادم بيكون يوم الجمعة بيبدأ خلو المسار الساعة وحدة وأربعة عشر دقيقة بعد الظهر وبينتهي الساعة أحداش مساء بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر اليوم الآن عمر القمر المحدب عمره تسعة عشر يوم الساعة ستة وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بنبدأ باليوم العشرين نسبة الإضاءة نهاية اليوم واحد وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم واحد وعشرين احداش طبعا سعيدة بنسبة سبعين في المية القمر في السرطان ورح ينتقل للأسد ورح يضل في الأسد ليوم اثنين وعشرين احداش سعيد بنسبة ستين في المية الآن ساعات الفجر سعيد بنسبة 15% ساعات العصر سعيد بنسبة 5% ساعات المساء منتحس بنسبة 25% عطارد في القوس حتى يوم 26-11 منتحس الآن بنسبة 60% ساعات المساء منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجدي حتى يوم 17 سعيد بنسبة 30% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% أبلوتو في الدلو حتى يوم 4-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بتنهمكوا في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة حاولوا أنه ما تفرضوا وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصص فترة من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة لأجواء ضاغطة والمسؤوليات كبيرة وممكن تكون على ارتباط مهم وما بجوز الفشل وبرضو في مصاريف منزلية من ساعات العصر وما بعد ابتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة فيها نجاح وانفراج وتطمينات ورومانسيات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بتنشطوا في السفر والاتصالات كونوا أكثر صبرا على الطرقات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان أي بتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية دافعوا عن مبادئكم ولكن بليوني ودبلوماسية وانتبه لكلامك واحفظ خط العودة ممكن اليوم تتمم لقاءات واجتماعات عمل مفيدة وتتخذ خلالها بعض القرارات المهمة ولكن انتبه مش بفترة خلو المسار من ساعات العصر وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء بظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي من عمل إضافي من الآن وحتى ساعة العصر ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو ممكن يحصل على هدية ولكن بتخففوا من النفقات بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا بالرحلات والاتصالات وبتتجرؤوا في النقاش أي فترة مناسبة لبحث المواضيع المهمة ولا تقديم الامتحانات ولا المطالبة بحقك ولكن تقديم الامتحانات في فترة خلو المسار لا تعتمد فيها على الحضوظ من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا بالتنقلات والسفريات والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أنتم مشحنون بالنشاط الحيوي وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم من الآن وحتى ساعات العصر أهم شيء أن ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحقق انتصار أو تظهر مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع فترة إيجابية حاول أنك تستغلها ورح تتسلط عليك كثير من الأمور والاهتمامات من ساعات العصر وما بعد التركيز رح يصير على الوضع المالي بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بتكتبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعات العصر القمر ما زال موجود في بيت المتاعب عشان هيك بظل التعب مسيطر عليكم أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل اخلدوا للراحة بتكون مرهق قليل الحماسة وما تنتظر جواب لأن الظروف فارغة ممكن شوي الأجواء تخف تدريجيا مع ساعات الظهر وما بعد بظل في نوع من أنواع الركود لا تستعجل أي أمر عشان ما تخيب آمالك وحاذر من التراجع الصحي من ساعات العصر وما بعد بتمتل ونشاط وحيوية وتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بظل في نشاط اجتماعي عندكم وممكن تلتقوا بعض الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة ولكن حاولوا أنكم تنجزوا وتتمموا الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات العصر الجونب وانتقاد أحدهم اليوم هذا بيحمل لك فرصة مناسبة لحشد التأييد والدعم هذه فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحد الأطراف أنت بتملك القدرة على التواصل البناء ومن الضروري حشد الدعم حاليا من ساعات العصر وما بعد بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا تبقوا على عقد ولا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهودكم من الآن وحتى ساعات العصر نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر ما زال الوقت مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبيحملك هذا اليوم مسألة شخصية بتسبب لك نوع من أنواع القلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهم مش إنك ما تجازف باستقرارك لا المعنوي ولا الشخصي وهدئ من روعك من ساعات العصر وما بعد بتنشطه بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بيظل فيه نشاط على مستوى السفر والتنقلات والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب ولكن بتكونوا أكثر صفرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة وخصوصا من ساعات الظهر ممكن تفرح لإنفراج مسألة ضاغطة فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن حاذر من المتاعب والوعكات الصحية من ساعات العصر وما بعد بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بتصير فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكونوا تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض وهذا الأمر لغاية ساعات العصر سارعوا في تصحيح الأخطاء واستعاد ثقة الآخرين وما تسمح للخلافات بالتأزم لا سيما مع الأحبة وناقش أفاوض ما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع وعبر عن رأيك بهدوء ولا تستفز أحد من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا بالسفر والاتصال البعيد ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي من الآن وحتى ساعات العصر بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة سواء شراكة مالية أو عاطفية أو ما بين الأزواج وحاولوا انكتب حث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم هذه فترة متوترة ما زالت القمر ما زال موجود مقابلك ممكن تتورط في أزمة أنت بغنى عنها وممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين لا توجه أي انتقاد لأي شخص أما من ساعات العصر وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهو بالأمور الثانوية بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر ما زال موجود في البيت السادس بيتجه لمقابلتكم في ساعات العصر عشان هيك من الآن وحتى ساعات العصر بيتراكم العمل لديكم حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وما تدخلوا في مواجهة مع زملائكم بتكثر اللقاءات والاجتباعات وممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي ابتكثر المسؤوليات والالتزامات على أنواعها كن حريص على عملك وباكر إليه من ساعات العصر وما بعد ابترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وما الضخم الأمور برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن وحتى ساعات العصر حاولوا انكوا تفهموا وجهة نظر أحبائكم وما تبالغوا في طلباتكم منهم ممكن تحتفل بإنجاز أو انتصار أو تنمو بعض العلاقات وتزدهر أي فترة مثمرة فيها كثير من الانشغالات والتحركات لكنها فترة حض ونجاح وتقدم ولكن فترة خلو المسار ما تبالغ بحضوظك من ساعات العصر وما بعد انتبهوا لصحتكم أكثر بيتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر